توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أو ما يعرف بإسكوا في تقرير لها تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار مضيفة أن هذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطئ الاقتصادي وترى الإسكوا أن زيادة فترة الإغلاق التام في المنطقة العربية كأحد إجراءات الوقاية من الفيروس ستزيد الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة يظهر تقييم اللجنة أن فيروس كورونا أدى لانخفاض أسعار النفط ما كلف المنطقة 11 مليار دولار من إرادات نفطية صافية في الفترة المبتدة ما بين يناير كانون الثاني الماضي إلى منتصف الشهر الجاري تكبدت الشركات في المنطقة خلال الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي بلغت 420 مليار دولار أي ما يعادل 8% من إجمال رأس مالها السوقي وفق التقرير